موسيقى وزارة التخطيط تعلن استهداف زيادة استثمارات قناة السويس إلى 9.16 مليار جنيه بخطة 2019-2020 قبل يوم من محادثات صعبة بين براكسل ولندن حول بريكزات التعامل الجمركي يتصدر القضايا العالقة بين الجانبين كوريا الجنوبية تشهد أكبر تراجع في الصادرات بين أكبر عشر الدول المصدرة عالميا مشاهدين أهلا بكم نشرتنا الاقتصادية المفصلة تأتيكم في موعدها على شاشة الدين للأخبار وفيها أظهرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطط التنمية المستدامة لعام 2019-2020 تستهدف زيادة استثمارات قناة السويس لتصل إلى 9.16 مليار جنيه لتحقيق معدلات النمو المرجوة لنتج نشاط القناة وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن نشاط قناة السويس يعد من الأنشطة الاقتصادية سريعة نمو التي تدر عائدات كبيرة ومتزايدة عاما تلو الآخر وتشكل بذلك أحد المحاول الرئيسة للنقد الأجنبي والداعمة بالتالي لميزان المدفوعات أصدرت وزارة المالية منشورا عاما لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئة الاقتصادية والخدمية بشأن الالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور وأكدت الوزارة في بيان أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من الأول من يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريا انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجة العليا وحذرت المالية من تعرض المخالفين والمتقعصين عن التنفيذ لهذا القرار وأصدر التعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية في الجهات الحكومية المختلفة للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أنه يسير جنبا إلى جنب مع الحكومة في أي تحركات هدفها الدعم المواطنين وأكد الاتحاد على وجود تكاتف وتضامن من أعضاء الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات مع التوجهات الحكومية لخفض أسعار السلع لدعم المواطنين في ظل خفضها لأسعار البنزين وشهد الاتحاد بالدورة الذي يقوم بها أعضاء الغرف التجارية بالمحافظات من أجل ضبط السوق من خلال المعارض التي تنظمها الغرف التجارية يبدأ رئيس الصندوق الدولي لتنمية الزراعية جليبير أنجبو اليوم زيارة لمصر تستمر أربعة أيام وخلال الزيارة يناقش رئيس الصندوق الاستثمارات الجارية للصندوق وتمهيد الطرق لشراكة قوية بين الطرفين صوب تحقيق أهدف التنمية المستدامة بالإضافة إلى بحث وجود فرص أكثر لتسريع التنمية الريفية والحد من الفقر يذكر أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بدأ عملياته في مصر في عام 1977 ونفذ حتى تاريخه أربعة عشر مشروعا تشارك مصر ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اتضاء في فعاليات النسخة 39 من معرض ومؤتمر أسبوع جاتكس للتقنية والذي يقام بمركز دبي تجاري العالمي في الفترة من السادس وحتى العشر من أكتوبر الجاري وأعلنت الهيئة أن المشاركة المصرية في معرض هذا العام تأتي في إطار جهود الهيئة لمساعدة الشركات المحلية على الاختراق والتوغل في الأسواق الخارجية وزيادة صادرتها من منتجات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشارك الهيئة هذا العام لأول مرة بجنحين يشملان 28 شركة مصرية من بينهم 10 شركات نشئة قال نائب رئيس الوزراء اللبناني غسان حسباني إن إقرار الموازنة الجديدة للعام المقبل 2020 لا يكفي وحده لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد وأكد حسباني أن التجاوز الأزمة رهنة يتطلب تنفيذ إصلاحات جزرية على المستويات المالية والاقتصادية والإدارية ودعن رئيس الوزراء اللبناني إلى تعزيز إرادة دولة وخفض المصاريف عبر ضبط التهرب الجمركي وإغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية التي يتم من خلالها تهريب السلع والبضائع كشف استطلاع جديد للرأي النقاب أن غالبيات البريطانيين لا يعتقدون أن بإمكان رئيس الوزراء بارس جونسون تأمين اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بريكزيت وذلك مع الاتحاد الأوروبي قبل الموعد المقرر للخروج في الحالي وثلاثين من أكتوبر جاري هذا من المقرر أن يستأنف مسؤول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا غدا لاثنين محادثات صعبة حول بريكزيت الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يستأنفان محادثات صعبة حول بريكزيت فدول الاتحاد ترى أن عرض المملكة المتحدة للخروج من التكتل بدون اتفاق في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري غير كاف بينما ترى الحكومة البريطانية أنها قدمت تسوية عادلة ومنطقية لمغادرة للتحاد الرئيس وزراء فنلندا أنتيرين الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبية دعا رئيس الوزراء البريطاني بورش جونسون إلى ضرورة التوصل لحل في غدون إسبوع في حين قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي إنه على جونسون العمل على كشف الكثير من النقاط العالقة قبل موعد القمة الأوروبية الحاسمة والمقرر يومي السابع عشر والثامن عشر من أكتوبر الجاري في المقابل يريد رئيس الوزراء البريطاني الذي يواجه تهديدا بفقد منصب جراء بريكزيت كسابقته تريزامي إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر مهما كلفه الأمر تتصدر القضايا العالقة بين الجانبين التعامل الجمركي مع إيرلندا وأقدمت جونسون مقترحات جديدة تتعلق بإقامة حدود جمركية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا فضلا عن نقاط تفتيش تنظيمية في البحر الإيرلندية كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسكا وكوف المجلس وراء إيرلندا وكان جونسون قال لأعضاء البرلمان البريطاني إن لديه محاولة لتسوية الأزمة مع بروكسل عبر عقد مواءمات بينما يضيق الوقت المتبقي لأجل بريكزيت شهدت كوريا الجنوبية أكبر تراجع في الصادرات بين أكبر عشرة دول مصدرة في العالم خلال الأشهر السبع الأولى من هذا العام جاء ذلك في ضوء تداعيات احتدام الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بين الولايات المتحدة والصين وطبطوا نمو الاقتصاد العالمي ووصلت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية من يناير إلى يوليو من العام الجاري إلى 317 مليار دولار منخفضة بمقدار 98% عن نفس الفترة من العام السابق أخبار الاقتصاد انتهت وهذه تذكرة بأهم العنوين وزارة التخطيط تعلن استهداف زيادة استثمارات قناة السويس إلى 9.6 مليار جنيه بخطة 2019-2020 قبل يوم من محادثات صعبة بين براكسل ولندن حول بريكزيت التعامل الجمركي يتصدر القضايا العالقة بين الجانبين كوريا الجنوبية تشهد أكبر تراجع في الصادرات بين أكبر عشر الدول مصدرة عالميا انتهت النشرة دمتم كيامان الله